اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا اقل عندهم بلدا ليس يخاطبون ليس كما يخاطب الاسكيا طا فين مين طا طوله فين سره مين منته فينك آيات الكتاب صحيح الله أعلم بمراده وهي آيات الكتاب هذه الحروف آيات الكتاب المبيني المظهر الحق من الباطل نتلو عليك نقص عليك من نبي موسى خبر موسى و سرعون بالحق الصدق لقومي ومنوه لأجمه لأنه نلطفئنا به كصص موسى مع فرعون كصص بارعة لأن فرعون في غاية الزكاية وحابق جدا إن فرعون على تعظرما في العرض نصر بخلاف النمر وجعل أهلها شيحد ثرقا في خدمته من من يشغل بالدناع ومن من يشغل بالفرعات يستضعف طائفة منهم وهم قنوا إسرائيل يذبحوا أبنائهم المولودين ويستحي نساءهم يستبيهن إحيان أحياء لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد من بني إسرائيل يكون سبب الظوال الملكي فرعون رعا في المنام أن النار خرج من دور بني إسرائيل وحرقت ما عنده من القصور والممالك فجمع الكهنة والمنجمين واسألهم عن تفصيل هذه الرؤية عن تعبير هذه الرؤية فقال له المنجمون والكهنة إن مولودا يولد من بني إسرائيل يكون سببا لذهاب الملكي فقال بني إسرائيل عبيدي إن كان مولودا يخرج منه هو الذي يذهب الملكي فلا يذهب الملكي أبدا لأنه قاهر عليهم فوكل رجالا قالت فازبحونا جميع ما وجده من الفجان عند بني إسرائيل فازبحوا عشرين ألفا ووكل رجالا وقوابل من النساء كل من ولدت ولدا ذكر فليزبح وبقوا يسبحون حتى زبح تسعين ألف مولود على عشرين صبيا مئة وأشرة آلاف زبحهم لطلب موسى ولسان الألوهية يخاطبه أن هذا المولود تربيه على فراشك على بيتك على رحمك ويكون حلاكك بسببه إنه كان من المفتدين فرعونا من المفتدين ونريد أن نمنا على الذين سطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة والله تبارك وتعالى قضى في ساوة علمه أن هؤلاء الضعفاء بني إسرائيل سيمن عليهم ويجعلهم الدولة لهم على رحمة سرعون وهما ونجعلهم الوارثين منك سرعون ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام بعد هلاك سرعون ملك شام ومصر ونريد سرعون وهامان وجنودهما منهم من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون هذا الذي كان يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه أراهم الله ذلك عيانا وأوحينا وحي إلهام أو منام إلى أم موسى أو هلا إلى أم موسى اسمها يوحاند وموسى هو المولود المذكور ولم يشعر ولم يشعر بولادته يشعر بولادته غير أخته أنا أرضعيه فإذا أخذت عليه فأرضعيه في اليم ألهم الله أم موسى أن المولود ها هو لا تحافي عليه إن شيتي تبقين على حالتك تردعي ولدتي والله يعصمه وإن لم وإن خفت فأرقيه في اليم ولا تحافي غرقه لا يضره الماء ولا تهزني لفراقه إن هرادوه إليك وجائلوه من المرتبين فأرضعه ثلاثة أشهر لا يبشي وخافر عليه ووضعه هتابة مطريك من داخله ومهد له فيه وأخلقته وألقته في بحر المي هي لما كانت حبلها ما كانت تكتب أنها حبلها لأنها لا تعرف ماذا يقع لما ولدت موسى دخلت القوابل عليها أن هذه المرة فكانت حاملا أين ولدت ما ولد لما رأت القوابل وعلمت أنهم يلدون قتل ولدها فسعت حتى ألقبها في تنور والنار تتقد عليه فدخلوا وفتشوا سديها لم يجدوا أثرا لرضايا وفتشوا ما رأوا أثرا للولادة ونوروا في البيت ما رأوا شهر فتحوا السناريق وفتحوا كل فيه أما الوقود النار التي تتقدوا لا يفتشوا في الولاد حتى خرجوا لما خرجوا بكى موسى في النار أخذته وأمه فإذا النار ما ضرده بشيء هناك أره الله إليها وهي إلهام إني أحفظ هذا المولود أردعه إلى شيء وين خيص تفاة بطيه في البحر أردعه قيل ثلان هتاء الشري لم تجد يقينا في قلبها فذهبا إلى أحد ليلا نجارا أحب أن تصنع علي تابوتا قال له ما تريد نبي تابوتي قالت سر عني قولي لي وأنا أحفظ السر قال له أنا أولدت مولودا ولا أحب أن يقتل أحفظت أن أصنع صندوقا أي أنه أحفظه فيه ألقيه في البحر فذهب المجار حينا إلى فرعون وجد سرعون في محفل عظيم دعاه إلى فرعون ماء لبيت أخرص الله لسانه وعمى بصره فأصمى أذن حسود نيف فوقف كالمجنون قال هرعون تكلم لم يتكلم ضربوه هذا المجنون فضربوه حتى رجع لما كان بعيدا رجع إليه لسانه فهرول إلى هرعون أيضا ليخبره الخبر لما دعا هرعون فرجع إليه حال كما كان ثلاث مرات فقال يضربوه فطردوه ولا يرجع إلينا فذهبت وعاد نبيا هو أول من يذنبه فأصمى كذبت صنع التابوسة وأتا إلى أم موسى فجعلوه في التابوسة وألقوه في البحر وقد كان سرعون عينينا مدة من في 400 سنة ما ولد له إذا بنت جاءت برطاء ثلث الأطباء بدوائها فعجسوا عن دوائها والكهنة كذلك إلا أن الكهنة أحبروه أن حيوانا يحرج من البحر في اليوم الفلاني في ساعة الفلانية ذلك الحيوان ريقه هو دواء وإذنك فلما ألقي موسى في البحر ليلا أصبح ذلك اليوم هو المورّح لسرعون أنه يجد حيوانا من البحر ريقه دواء وإذنك فأتى على صاحل الميل نصب له كرسيه واجتماع الناس ينظرون ماذا يخرج في البحر فذهب الملاهون فرعوا صندوقا وأتوا من صندوق إلى فرعون وفتحوا الصندوق فوجدوا مولودا باهر في الجمال يرضعوا من أسباع معا ومن أسباع لبن من أسباع سمنا من أسباع عصلا من أسباع سبجة وينبت في اليوم ما ينبت البلد في السهر هو ولد منذ أي عام ولكن من رأى لا نيظن أنه ولد في العام الماضي بطول قامته فلما فتحوا الصندوق فالتقطعوا التابوت طبيحة الليل آل فرعون وطعوا بين يدي فرعون وفتحوا وأخرجوا موسى منه ويمسوا من إتامه لبن أول ما قال فرعون أخذوا لي من ريقه فأخذوا من ريقه وجعلوا على الجنت فبريعة الجنت في الحين ففرح ب احتفاء جنته ولكن قال هذا المولود لعله هو المولود الذي سيكون ذهب ملكي على يده قال له آذية الله لا 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 هذا كان مولودا ليس من من مولود هذا السنة وهو كان لما طال الزمان قال له القبط أن تذبحوا لأبناء بني إسرائيل وهم عبيدنا فينتقلوا العمل إلى عيدنا لأن عبيدنا إذا بقوا إذا فنوا نبقى نعمل لأنفسنا فصار يقول إذا جاء عام اتركوا الأبناء وإذا جاء عام فاقتلوا الأبناء وولد هارون في العام الذي سمح لهم فيه وولد موسى في عام القتل قال الآسية هذا ليس من مولود هذه السنة فأنت المولود في عام الماضي تسمح لهم وليس من وليس من بني إسرائيل إنما آت الله به من البحر فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم في عاقبة الأمر عدوا وحسنا انتقطوا هذا المولود ليكون لهم عدوا لا انتقطوه ليكون لهم إبنا ليكون لهم حبيبا ولكن آل الأمر إلا أنهم إلا أنه صار لهم عدوا حتى كان إلا أنهم التقطوه لذلك آل الله مرغاية ولا مستيرورة كقوله لدون الموت وابنه للخراب إنسان إذا ولد ولدا لم يلده للموت ولكن مع آل المولود الموت فقط فكأنه ولده للموت ومع آل الجناء للخراب فكأنه بنا للخراب كذلك فرعون التقط هذا المولود ليجد عدوا يحاربه لأنه رجاله كذلك إن فرعون وهامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين آصين فأنقبوه على يدي موسى عليه الصلاة والسلام وقالت إن رأت فرعون آسية بنت مصاح لما رأت موسى آمنت به وأحبه وقد هم سرعون وهامان على قتل سرعون طوع يدي آسية فقط كل ما تقول آسية هو مقبول عند سرعون ولكن هامان قال له هذا هو المولود الذي ذكر تقتلوه فقط فأرادوا قتله قال آسية قرة عين لي ولك لا تقتلوه أصى أن ينفعنا أو نتقذوه ولدا فأطاوها وهم لا يشهرون تفرست أن يكون موسى قرة عين لها قال قرة عين لي ولك قال سرعون لا قرة عين لك فقط أما أنا فلا هذا الولد ما فهمت الأمر قالوا أن أصدق ناس شراسة عزيز النفرق فراسة في يوسف وآسية ابنت المصاح فراستها في موسى وأبو بكر صديق فراسته في أمر ربن الخطاب قال إن خلقت فيكم أمر ربن الخطاب وأرجو أن يكون عدلا فإن كان كمنا أظن فالحمد لله وإلا فسيألم بلين ظلم أي من قلب ينقلبون فما سألت أتكادر أن ترصيها وتقول هو ولدي لو لا أمر ربطناها بقلبها للصبر فأكدناه لتكون من المؤمنين المفجدين جواد الله أسمع الله أتكادر أن تجد صواب التصديق نبا وعدها ونرده إليه وجائلهم المرسلين والإيمان بهذا نبادته وقالت لأختي قطيه التبعي أثره أتا تعلمي خبره وبصرد به أفرده عن جنب من مكان بعيد تحتلاثة وهم لا يسترون أخت موسى تل اسمها مريم وتل اسمها قلتم أتد لمجلس صراعنا والناس يستحمون على المولود وصراعنا يسلبون من يردع ولده فنظرت أخته إليه وهم لا يشعرون أما أخته وحرمنا عليه المراضع من قبل كلما أتيت المرضع رفضت موسى سبيان لم ترضى لم يرضى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يطلونه لكم بالإرضاء وهم له نافحون قال هامان هذه تعرفه نافحون لمن تنفحونه منكم قال نافحون للملك نافحون للملك الضمير للملك قبل هذا فقبلوا كلامها فذهبت إلى أمها فأتت فدفعوا لها الولد فرضا على الولد النفس اليوم لأنه التي أرقها في البحر ما قربت تلك السمس فتا أن موسى في بيت أمه يرضى الموت فردناه إلى أمه اعتقر عينها في لقائه ولا تحظن ولتعلم أنه عبد الله بربه إليها حق ولكن أكثر فلا يجيز سمى ولد سديقه الله ورضاه رضي سرعون بهذا فرضا عند أمه حتى فطمة ورجعوا به وعلق الله محبته في موسى وصار فرعون يحبه حتى لا يصبر عنه كل يوم يقض أتني دولدي حتى النص به وكلما جلس موسى بين يديه يأخذ بليحيته وكان سرعون طبيلا لحيته حتى أن الحيته أطول من قامته يأخذ موسى بليحيته ويجذبه ويأخذ من دبري صوت كبير وربما لطمه موسى فغطزه وقال هذا ولد هو الولد الذي ذهب الملك على يده فقل له عشية لا 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 الوصول يوم ضرب موسى كرعون حتى كان يقوم عليه فقال هذا الولد لا بد نقتله اقتلوه اقتلوه هو الولد الذي هو السبب في ذلك الملك قال عشية الله هذا صديق الله يميز الشعب لا فق بين عنده بين الجناري والجمر ويسيط اختبره بدارك وضع سرعون جمرسا ودينارا بين يده موسى فأراد موسى يأخذ الدينارا فدفع عجبريل يده إلى الجمرس فأخذ الجمرس وجعل فيه هذا كان سبب لقنته وددايته ولما بلغ أشده وثلاثون سنة أو ثلاثون وثلاثون سنة فأخذ وولي عد فرعون ابن فرعون يلبس لباس فرعون ويركب مراكب فرعون ويطيع الناس كما يطيع فرعون حتى بلغ ثلاثين سنة والسواء بلغ أربعين سنة أتينه حكما حكمة وعلم في قمس الدين قبل أن يبعث نبيا وكذلك كما جثيناه المنزي المحطنين ودخل المدينة مدينة سرعون وهي منفو بعد أن غابا عنه مدة سنة عند سرعون ودعا إلى مدين أقامتها أكثر سينيا ورجع وضع أسهل الله نبيا فأتا وضع سرعون إلى الله ثلاثين سنة فقرق أخرق الله سرعون وأعشف هذا سرعون خمسين سنة وعمر موسى مئة واثنون سنة وجلس رجل يخطف الآن هذا من شعره إسرائيلي اسمه سامري وهذا من عدوه تسين السبتين يسخر الإسرائيل أن يحمل حفظا إلى مصبخ إسرائيلي واثنون شعاته على الذين من عدوين السبتين اسمه باكو يسخر إسرائيلي أن يحمل الحفظا إلى مصبخ إسرائيلي على طبيعي وإن لهم عبدون فلما مر موسى وكان بنو إسرائيلي يسخرون أن موسى رضا عنهم كأنه لهم قرابة لموسى معلموا أنه منهم نسبا فلذا إسرائيلي أن يضيشه موسى من هذا القبط الذي يسخره أراحم الحفظ فأتى موسى وقاله أتركه قاله أتركه إما أن يحمل الحفظ أو تحمله أنا قال موسى أنا فوقزه موسى فضربه لجمع كسفه وهو الشديد بقوة الموسى فقب عليه مات ولم يكن قصد قبله حسنات حسنات الأبرار صيئة الأبرار لا تكون عن قفل أبدا عن كاويل أو خطئ الفرق الفرق بين الولي والفاسخ الفاسخ يقصد المخالفة يأتي الجريمة وهو يعلم أنها جريمة والولي يعود تاويلا وبعد أن يصدر العمل يرجع إلى عقله ويعلم أنه خطأ في تاوي أو يقوم من العمل خطأ ليس عن قفل موسى ما قفل هذا قفل 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 إنما ضربه فقط فمات بضربته من غير قفل هذا خطأ وآدم أكل السجارة تاويلا من عمله أنه يكون سببا لخلوده في الجنس ويطلب ما يخلده في الحضرة بعد ذلك تبين أنه أخطأ في تاوي أكذا سيئته فقبى عليه قتله ودفنه في الرمل قال هذا من عمل الشيطان المهيج لغضبه إنه عدو لمن عدم مضل له مبين بين الإصبار قال ربي مظلم في نفسه فضرع إلى الله تبارك وتعالى فخصر لي فغفر له فغفر الله والله رحيم إنه هو الغفور الرحيم المتقيم فيما أسلم وأبدا قال ربي بما أعلمت علي بحق إنعمك علي بالمقصودة فلم أكون ظهيرا للمجرمين لا أعين مجرما بعد هذا لم يقل إن شاء الله وسيعين مجرما آخر لو قال إن شاء الله لا يقوى هذا منه ولكن ما بعد قليل سيستعينه مجرم آخر سيعينه فأصبح في المدينة خائفا يترقب ينتظر ما يناله من جهة القتيل فإذا الذي استنصره بالأمس يستطخه مرة فإذا الرجل بالأمس يناده مرة ثانية يا موسى أخي من هذا 30 آخر يريد أن يسخرني الحمل الحطني قال لهم موسى إنك لغوي مبينا لما فأصبح أمس واليوم ولكن ما ذلك يريد أن يعينه فلما أراد موسى أن يقتص بالذي هو عدو لهما قال المستخيص الإسرائيلي وأن أنه يقتص به يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتبت نفسا بالأمس إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين فستمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل بالأمس موسى فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك الرجل المقتول بالأمس الذي لم يرعلم قاتله موسى قاتله فعمر فرعون جاء بالسلاة ومققتله موسى حيث وجده وجاء الرجل هو مؤمن من آل فرعون الرجل الذي ثاني وثابوت من أقصى رجاء رجاء فر الرجل ودار ذريقها تعلق المسا قبلهم يسعى يسرع في النسيح قال يا موسى إن المرأة من قوم سرعون يعتمرون نسيتا يتشاورون نسيتا ليختلوك تخرج من المدينة إنه لك من النصر هنا في الأمر بالخروج فخرج منها خائصا يترقب فخرج الموسى حينا يترقب من حوق طالب أو قوصل الله إياه قال رب نجلين وقوم سرعون وما توجه خفض الوجه تلقى مرينا جهتها وإيا قرية سعيد تسيرة سمانية أيام من نصر من يد مريم ابن إبراهيم هو الذي يبنىها قال عصا ربي أن يهديني مستوى السبيل ومن الآية فالكبه تعالى أن يهديه الطريق قررته الله له ملكا بيده عنسة فانطلق أمام موسى فانطلق موسى على أسر ملك حتى وصلوا إلى مريم يقول رسول صلى الله عليه وسلم أن من أصابه خوف أو وعيد فقال ربيد بالله ربنا وفي الإسلام ديان وفي محمد النبي أن جاء رضاه من ما يخاف صار موسى ثمانية أيام ووصل إلى دير مريم ولما ورد ماء مريم ديرا فيها وجد عليه أمة جماعة الميناسي يثقون يثقون المواسيههم ووجد من دونه سواهم مرافعي تزوداني تمنعاني أخنامهما عن المائس قال موسى ما خطبكما ما شأنكما لا تسقياني قال تعالى ما خطبكما قال تعالى ما خطبكما لأننا لا نزاحم الرجال وأبو ناسيهم كبير لا يخطب لا يخطب ليس له إلى البنات وأنا من لا نزاحم الرجال وننتظر على الرجال فنسقي بارك فاستقى لهم قال لهم ليس هنا بير آخر قالوا إلى بير لا يستحون الحجر الذي يخط به البير لا يرفعه إلى أسرة أنفسنا على الأقل فقال موسى فرفعه موسى فاستقاه لهما فرجعه في أول النهار وكان داعتنا إلى أسان ثم تولى إن صرف إلا ظلي أو إلا تجرة قمرة من شب التحر للسمس وهو جاء ممت فكذ ثمانية أيام ان لم يكن فقال ربي إني إذا نظرت إليها يكون خير طعام فقير محتاج موسى في ثمانية قفوريتي احتاج إلى رخيص فطلب من الله رخيصا فقط هذا حاجته فلما بلغ مبلغ الرجال الفحول قال رب أرمي أمر إليك وموسى عندما عرض له حاجة صغيرة لم يرفعها إلى الناس بل إلى الله سبحانه حتى الرخيص لم يقل هذا قليل أتلبها من الماس فالطلب من الله سبحانه رخيصا ولما عرضت له حاجة صغيرة هي الرؤية لم يستعين لغير الله أرمي أمر إليك كن موسى الحاجة الصغيرة والكبيرة لا ترفعها إلى إلى الله سبحانه هو القادر على قبائل حوائل الصغير والكبائل لما قال موسى هذا فهمت المرأة بنت شعيز أن موسى جاء فأتت فأتيا إلى أبيهما أتت إلى أبيهما فأخبرته قال أتيتم في هذا الوقت نعم أتى رجل صالح قوي وفتح لنا وفتح لنا وفتح لنا وفتح لنا بلا أجرة قال لها شعيد أرجعي إليه وقول له يكسيني فجاءت أي يوم ما تمسي على استحيائي رجعت واضئة كمت درعا على وجهها حياء منه المرأة إذا أحض الرجلا استحيق منه وهذه المرأة تحب موسى موسى أرد ذلك في حيائها قالت إن أبي يدعوك ليجزيك عجل ما ساقيك لنا فأجابها منكراً في نفسه أخطر إجابي كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشرت بين يديه فجعلت الريح تضريب ثوبها فتكسيف ساقيها قال لها إلشي خلقي ودليني على طريق ففعلت إلان جاء أباها وهو شعيد عليه السلام وين له عشاء فقال له إجلس فتعشى قال أخاه أن يكون عوضاً مما سقعت لهما وإنها أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضاً هذا في بداية موسى قال لا عادتي وعادة أبائي نقر الضيفة ونطعم الطعام لا يمنعك عمل الخير من أن تأكل ضيافة فأكل موسى وأخبره بحاله فلما جاءه وقف عليه الحفصة ما صدر منه قتله القبتية وقفهم قتله وخوفه من شرعون قال لا تحفص ما جاءه من القرن الغالين إلى سلطاناً لشرعون على مدينة على هذا من الأدب الخائف يقال له لا تحفص ويؤمن ويسكن روعه والآمنون يمر بالخوف هذا فيه اليوم وهي المرسلة الكبراء والثغراء يابد استاجره التحذو أجيراً يرعى غنماً غنمنا بدلنا إن خير من استاجر فالقوي الأمين استاجر هذا الرجل هذا الرجل قوي وهو أمين قال له شعب من أين علمت قوته قالت بفك البير الذي لا يفتحه إلا عشرة أمسك أو أربعون من أين عرفت أمانته لما مشيت أمامه وانكشفت صاقي أمرني بالمشي خلفه تورعاً من نظري من هذا علمت أمانته والصالحون إذا كان عندهم البنات لا يهمهم إلا تسويجهن بالصالحين شعب مراده ومراد البنت غير واحد البنت تريد رائياً تصريح والشعب يطلب صالحاً ينتهي إدنته قال إني أريد أن أنتحك إحدي ابن سيئاتي قدمت النكاح لأنه أهم عنده على أن كاجرني ثمانية هججهن والصداق أن ترع الغرم ثمانية هججهن فإن أتممت عسراً حتى رأيت لي عسراً فمن أن لك التمام من أن لك وما أريد أن أشق عليك باسترات العسر بسنو تفصيل لي المصاهرين فتجرني إن شاء الله قاله لتبرك من الصالحين قال موسى ذلك الذي قلته بيني وبينك أيما لجلين قضيته فرحت منه فلا أدوانا عليك والله على ما نقول وك فتعقدا إن عقدا النكاحا فقيت الجنس سوجة لموسى والصداق الرأي ثمانية هججين أو عشرة سألوا أي الأجلين قضى موسى أجاب الصحابي أن موسى قضى أكمل الأجلين والذي يليق بحاله هو المفهوم من القصة وأنه ما رجع إلى نصر إلى بعد عثل سنوات ومقصود شعب عثل سنوات لكن يحب تقصفها على سهره فلما قضى موسى لجل وهو سمان أو عثل سنين وهو المغنون وصار بأهله زوجته بإذن أبيها نحو مصر آنس أفسر بالجانب طور نارا قال لأهلهم كثوا كني آنس نارا لألي آتكم منها بخبر عن الفريق أو جثوة كتأة وشعلة من النار لا لكم تصلون تستخشون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي العمن نودي موسى كالبقات المباركة مباركة لموسى لسمعه كلام الله قال لك يا موسى إنني أنا الله رب العالمين لأن موسى يطلب نارا فرأى نارا فإذا لا يصبح نارا إنما يحضر السلو الالياء تجندد له بصفة حاجته الذي هو نار فلما دنا تكلمت شجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين نقرأ القرآن صريحا أن الله تكلم بهذا الكلام على لسان شجرة ونعجثه أن يتكلم بهذا الكلام على لسان إنسان التوحيد على ثلاثة أقسام التوحيد العامة لا إله إلا هو غائب في حقه وتوحيد المريدين لا إله إلا أنت وتوحيد واصلين لا إله إلا أنا إن قال الله في حق إنسان لا إله إلا أنا أو أنا الله ليس المتكلم ذلك الإنسان إنما الله الذي يتكلم على لسان شجرة هو المتكلم على لسان الإنسان قادر وكيف نؤمن بكلام شجرة أنه من عند الله ولا نقبل كلام الله من لسان إنسان كامل لما سمع الكلام من الله تبارك وتعالى إنه أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك أمره به القائل عصاك يريد أن يرجعه إلى الصحوة وما كنك بيأمينك يا موسى رده إذا الصحوة فأمره به الخير أساء فلما رأىها تهتص تتحرك كاملها جان هي الحية الصغيرة من سرعة حركتها ولا مجرد وصف القرآن هذه الحية صارة كأنها جان والجان صغير وصارة في ذاية صعبان مبين هو صعبان مبين ولكن صريع كالحية الصغيرة ولم يؤقب فرم موسى ولم يرجع يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فرجع آمنا أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء برث فأدخلها وأخرجها تضيوك الشعائش واطنم إليك جناحك من الرهب هذا الخوف الذي أعراك ضع جناحك على قلبك فذلك العصى واليد برهاناني مرسلاني من ربك إلى سرعون وملايين ومكان قوما فاسقين قال ربيني قتلت منهم نفسا هو التبطي فأخاف أن يقتلوا به وأخي هارون هو أصه مني لسانا فأرسله معيردا معينا يصدقني إذا نفقت إني أخاف أن يكذبوني قال سنسهد أبو ذكر نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطان غلبة فلا يصلون إليكما بسوء اذهبوا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلى السحر مخترا مختلق وما سمنا بهذا في آبائنا الأولين وقال قال موسى ربيا آلم عالم لمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له آقبة الدار العاقبة المحمودة في الدار الآخرة وهو أنا إنه لا يفرح الظالمون الكافرون وقال فرعون يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غيري فجبر فرعون أفتدى لألوهية فأقل لي يا هامان على طيني فأطبخ لي الآجرة فاجأ لي صرحا قصرا عاليا لألي أطلع إلى إله موسى أنظروا إليه بنا قصرا ثلاثة أميار باستماعي وإني لا أونه من الكاذبين أونه أن موسى كاذب فيما يدعي أن هناك إلها غيري ما أعلمت لكم من إله غيري هذا في بدايته وأخيرا قال أنا ربكم العلا وبين الكلمتين أربون سنة فأهلك الله والتكبر هو والجنود في الأرض أرض مصر بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه والجنود فنبذناهم فرحناهم في اليم البحر ماله فغرقه البحر القلسوم كان تلك البلدة قلسوم أن درست لامة وهي لامة يسمى سوئس فنظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك سوئس هذا محل غرق خليب من السوئس وجعلناهم في دنيا أئمة يدعونا إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة سيسيا ويوم القيامة هم من المقبوحين مبعدين من رحمة الله ولقد أتنا موسى الكتاب التوراة من دار ما عالتنا القرون النولى قوم النوحين وعادن وسمود وغيرهم بصائر للناس أنوارا للقلوب وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن به لأنهم يتذكرون وما كنت يا محمد بجانب الغربي لما كان موسى بجانب الغربي وقت المناجات ما كان محمد موجودا ولا حاضرا إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه ولكن أنشأنا قرونا أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر قال العمار فنصول عادة واندرست العلوم وانقطع الوحي فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وما كنت ساويا في أهل مدينة تطلع عليهم آياتنا كل هذا ما علمته إلى بطرعلم الله تبارك وتعالى ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي اسمها دينا موسى أنقذ الكلاب بقوة ولكن أرسلناك رحمة من ربك لتنجرقا ما أعطاه من نذر من قبلك وهم أهل مكتر لا أعلم يتذكرون جانب الغربي هذا السبب كون يهودي يتخذ من المغرب هي القبلة محل مناجات موسى ومن مناجات موسى أنه تمنى أن يكون واحدا من أمة محمد قال يا ربي رأيته لوح المحفوظ أمة رحمت بهم حتى أنهم إذا انقرضوا قامت القيامة يلا تطول أجسادهم في الأرض أي في الكم أمة محمد رأيته لوح المحفوظ أمة يصلون خمس صلوات وتكتبوا لهم ثواب خمسين ثلاثا في الكم أمة أحمد يصومون الشهر واحدا وتكتب لهم صيام الدهر في الكم أمة محمد يعطون أسر أموالهم وتكتبوا لهم أنهم أنفقوا جميع أموالهم تلك أمة محمد أمة جعلت فيهم رجالا أناجلهم في صدورهم أي مصاحفهم في صدورهم يحطون قرآن ما حفظ كتاب من كتب الله قبل قرآن تلك أمة محمد أمة رائطهم تسمونهم تسمينهم الحمادون تلك أمة محمد يا ربي كل هذا لأمة محمد فجعلني من أمة محمد إذن قال خذ ما أعطيتك وكن من الشاكرين قال إذن أريني أمة محمد لم يجدوا بعد أسميني أصواتهم نادهم فنادا فسمي الأصوات من كل جانب أولئك أمة محمد تمنى موسى أن يكون مننا وعيسى سينسر واحدا مننا وهو أعظم رجال أرسله الله سبحانه بعد محمد وإبراهيم ولولا أن تصيبهم مصيبة وعقوبة دماء قدمت أيدهم فيقول ربنا هل لا أرسلت هل لا أرسلت إلينا أرسلنا فننتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق محمد من عندنا قال لو لا أرسل ما أرسل موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصاء أولم يكفروا بما أرسل موسى من قبل حيث قالوا فيه وفي محمد صاحران محمد وموسى صاحران أو القرآن والتوراد تحران تظاهر تعاون وقالوا إنك بكل من النبيين والكتابين كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أرتبعه إن كنتم صادقين آتوني بكتاب من عند الله أهدا من القرآن أرتبعكم فإن لم يستجيبوا لك دعاك بالإتيان بكتاب فألم أنما يتدون أهواءهم في كفرهم ومن أضل من من انتباه هواه بقائر هدى من الله لا أضل منه إن الله لا يزيق من الظالمين الكافرين ولقد وصلنا بينا لهم القولة لعلهم يتذكرون يتعيضون فيؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله القرآن هم به مؤمنون ألو الكتاب قبل القرآن كعبد الله بن السلام وغيره من النصارى آمنوا بالقرآن وإذا يطلع عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يتعون أجرهم مرتين أهل الكتاب من آمن بالكتاب قبلنا وآمن بكتابنا فله أجراني ممن يتعون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بالقرآن وعبد أحسن عبادة الله وطاعة سيده ورجل أدب جاريته فأحسن تعديبها وعطقها وتسوجها هؤلاء الذين يكتبوا لهم الأجر مرتين أولئك يتعون أجرهم مرتين بما صبروا بصبرهم ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئات وينفقون مما رسقناهم ويا سمعوا اللغوة الشطن والأزى أعرضوا عنه وقالوا لنا عمالنا ولكم عمالكم السلام عليكم أي متاركة صلمتم منها من الشتم وغيره لا نطغل جاهلين لا نصعبهم إنك لا تهدي من أحببت نسلت هذه الآية في حبس النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان أمه أبي طالب كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم وحماه عن كفار قريش مدة حياته ومدحه ونصره وفعل له كل خير فلما حاند وفاقه لو لا هذا لقلتها قال النبي صلى الله عليه وسلم قلها وأبو جهلين والوليد جلوس حوله يقول مطارا جيند الشاخ عبد المطلب وعبد المناف الذي خيره من هذا حتى خرج نبي ولم يتكلم بالكلمة بعد ذلك جاء العباس وقال ونطق بالكلمة قال نبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعها هذا هو صحيح في إيمان أبي طالب منهم من يقول أنه آمن وأن أبوه النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم الله من في حجة الوداء فآمنوا وعبد المطلب ولكن كل هذه الأحاديث ضعيفة والله قادر على ذلك وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم تستحق وعظم من هذا ولكن الصحيح أن أبو طالب مات ولم يمتق بالكلمة ورسول السئلة أبو طالب من هذا كان محطنا إليك ما ينفعه هذا شأن قال بلئ وجدته في قعر جهنم فأخرجته حتى خرج من النار وبقي قدماه فقرأ النار وتخلى منه دماغه لما حرس النبي على إيمان أبي طالب ولم يقدر الله إيمانه نصلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين النبي صلى الله عليه وسلم حرس بشرية محبته لأبي طالب لم تنفع أبا طالب لأنه عاطفية فقط طبيعي وهو خليفة عن الله تبارك وتعالى بهذا النظر ليس له أخ ولا قريب ولا قبيلة ولا جنس بهذا النظر محبته تنفعه فلهذا صلى الصبح وهو يقول في السجل أن لهم عايز الإسلام بأحد الأمرين أمر بن الخطاب أو أبو جهر بن الهسام فأسلم أمر ذلك اليوم النبي الذي خليفة عن الله جهته الباطنة لما أحب إسلام أمر أسلم أمر قهرا في ذلك اليوم ونبي الذي مجرد إنسان من جنس البشر طبعه يدعوه إلى حب قرابته هذه المحبة ما نفع أبا طالب ما صحه يوما فلمان الفارس يقول الحمد لله الذي لم يعل الأمر بيدك يا رسول الله لو كان الأمر بيدك تخصص أبا طالب وأبا لعب بالموهبة ولكن هذا الطيب الذي جئت به والذكم منه بنو هاشمين وقريش وأعمامك شمه سحيب في الروم وسمه سلمان في فارس وشمه بلال في الحبشة وأدركنا الخير وهم مزكومين عن هذا الخير وقالوا قومه إن تبع الهدى معك أن نتخطف من أرضنا ما أشد حماقة الكفار كفار يقول للرسول ما منعنا من الإيمان بك إلا أننا نحن جميع قربائك نأطعناك وتركنا ناسا سيحاربوننا ويخرجوننا من هذا أرض أولم نكن لهم حرما أولم نمكن لهم حرما آمنا ما جعل الله مكة حرما آمنا إيامنون فينا الإغارة والقتل تجبى إليه سمرات كل شيء من كل أوب رزقا لهم من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أكبر نعمة أن جعل الله مكة حرما مكة حرما آمنا وتجبى إليه كل سمرات لا يخطر ببالك أي شيء في مكة إلا هو وجدها ولكن أصرهم لا يعلمون بدعوة إبراهيم وكما لكنا من قرية بطلة مع عيشتها فتنك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا للمرة وكنا نحن وارثين وما كان ربك موليك القراء طائبا ففي أمياء رسول يطلع عليهم آياتنا وما كنا موليك القراء إلا هو أهل وعالمون وما أوتتم من شيء فمتاوى الحياة الدنيا وسينتها يتمتعنا بها مما يفنى وما عند الله سوابه وخير وعفق أفلا تعقلون أفمن وعبناه وعدا حسن فهو لاقيه مصيبه وهو الجنة كمن متعناه ومتع الحياة الدنيا فيسهر عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين وذكر يومي نادين فيقول أين الشركاء إذن كنتم تصمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء لين أخويناهم أخويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل أرش ركاكم على أثناء فداعهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا الأعذاب لو أنهم كانوا يحتدون في الدنيا تذكر يومي نادين فيقولوا ماذا أجلتم المستعيد فأمير عليهم لمباؤه يومي جن فهم لا يتساءلون فأما من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا أدى الفرائضة فأساعد يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار إن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المختار يختار ما يشاء ما كان لهم الخير العباد ليس لهم الاختيار الاختيار لله سبحانه وتعالى رسول الله تعالى ما يشكون الاختيار له ليس لجبريل وليس لميكايل وليس لإسرافيل وليس لملك الموت وليس لآدم وليس لنوح وليس لإبراهيم وليس لموسى وليس لأيسى وليس لمحمد لو كان لجبريل وميكايل لاختار هاروت وماروت ولو كان لإسرافيل لاختار إبليس ولو كان لملك الموت لاختار الشداد ولو كان لآدم لاختار قابل لو كان لنوح لاختار كنعان لو كان لإبراهيم لاختار أذر لو كان لموسى لاختار فرعون أبوه رباه وأحسم إليه كثيرا لو كان لعيسى لاختار الحواريين لو كان لمحمد لاختار أبا طالب ولكن الله ياختار ما يشاء أخبر الرسول أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات السبع فاختار السابعة فسكنها وأسكن من شاء من خلقه فقية السماوات وخلق الخلائق جميعا فاختار منهم آدم هو خليفته واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريش واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فمن أحب العرب فبحب أحبهم ومن أفغض العرب فببغض أفغضهم إن الله تبارك وتعالى له الاختيار كان واحد من السالعين يقول عفيت الله فما فردني من الاختيار فأساه أن لا يطردني من القفران إن الله تبارك وتعالى خلق جميع الأشياء واختار منهم العناصر الأربعة الماء والتراب والنار والهواء الماء لطهارتك والتراب مسجدك والنار طباخك والهواء نصيمك فتنفس به واختار من الملائكة أربعا جبريل ملك وحيك هو الذي يأتاك بهذا الكتاب الذي تقرأ وميكايل خاسن رزقك وإثرافيل حافظ لوحك وملك الموت قابض روحك والله تبارك وتعالى اختار من الأوقات أربعا المغرب والعشاء والصحر والصبح المغرب وقت طعامك والعشاء وقت مناجاتك قيامك للليل والصحر وقت مناجاتك وصبح وقت قراءتك للقرآن إلى آخرين وإن تعجل فلا أقل من أن يقول ربي خر لي واختر لي ربي خر لي واختر لي إذا تعجلت عن ثلاثة الاستخارك لا تقدم على شيء ما قلت ربي خر لي واختر لي ربك يحلق ما عيسى ويختار قال السوفيون إذا أردت أن تختار فاختر أن لا تختار وفر من ذلك المختار وفر من الاختيار وفر من الفرار ربك يحلق ما عيسى ويختار والله لا إله ولو الحمد في الأولى والآخرة الجنة ولو الحكم القضاء النافذ في كل شيء وإليه ترجعون صافر الصحابة في سفنة البحر ووصلوا إلى جسيرة ووجدوا رجلا يعبد صنما وهو لا يأكل ولا يشرب في تلك الجسيرة دائما فكلموه قالوا ويحكى هذا لا ينفع ولا يضر أعبد الله الذي خلقك وخلق السماوات والعرض وهو الذي يحيي ويميت قال السبحان الله هذا العلم العظيم من أين جاء قالوا جاء أرسل إلينا رسولا إن الله بعث إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق إليه قالوا لما بلغ ما أرسله الله توفي إلى رحمة الله وبقي عندنا كتاب الذي أنصده الله عليه قال إن هذا الكتاب أقرأه شيئا من القرآن فتعلق بهم فآمن بالله وصار يتعلم فرائضه ويسير معهم حتى وصلوا إلى بلدة فلما وصلوا إلى بلدة رأوه ينامون وهو لا ينام الليلة فلما وصلوا إلى البلدة اجتمع الصحابة وقالوا نجمع شيئا من المال نتركه لهذا الرجل ينفق على نفسه منه فجمع شيئا من المال واته به قال ما هذا قالوا شيئا يعينك على نفقتك قال سبحان الله أنتم دللتم وني على طريق ما سلكتمها أنا كنت في جثيرة عبد غير الله لا أعلم الله وما ضيعني واليوم عرفته وعبده ويضيعني دللتم وني على طريق ما سلكتمها وأنا لا حاجة ليه شيء إلا خالته قل أراية من جعل الله عليكم الليلة سرمدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء فلا تسمعون قرنا الضياء بالسماع مع أن تعلق البصر بالضياء أظهر إلا أن الإنسان أشد انتفاعا بالسمع من باب الإيمان من البصر لو لا السمع مع أمن أحد فلهذا يقدم السمع على البصر دائما قوة السمع في توصيل الإيمان إلى قلب العبد أقوى من قوة البصر فلهذا تجد الأمان مؤمن بالله يعتبرك وتعالى لأنه أدرك آيات الله بسمعه قل أرائتم إن جعل الله عليكم نهار سرمدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبطرون ما أنتم عليه من الخطأ ومن رحمته جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله بالنهار بالكسب ولا أن لكم تشكرون واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركاء لأنكم تصمون ونزعنا أخرجنا من كل أمجن سهيدا ونبيهم فقلنا هاتوا ببرهانكم على ما قلتم من الإشراك تعلموا أن الحق في الإلهية لله وظل غاب عنهم ما كانوا يسترون من الشركاء قال رسول صلى الله عليه وسلم تعلمون ما قالت أم سليمان لسليمان قالت أم سليمان لسليمان يا ولدي إياك وكثرة النوم فإن كثرة النوم تورس الفقر يوم القيامة نهارك بطار وليلك نائم كذلك في الدنيا كذلك في الدنيا تعيش البهايمن إنسان إذا كان نهار في أسراله وليل نائما ضاع أمره كلا أمره كعمر البهايمن ومن عاش مئة سنة ونام لياليه كلا كأنه ما عاش إلى خمسين سنة ليس لك من عمرك إلا ما لله تبارك وتعالى إن قارن كان من قوم مرفع إن عمه وابن قالته وآمن به فبقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه نتنوه بالأصدق أولي القوة أسرق أو سبرون إذ قال قومه لا تفرح قومه نصحوا نصيحة صادقة لكنه لم يسمع قالوا له لا تفرح بكثرة المال إن الله لا يحب الفرحين وابتقي فيما أتاك الله من المال الدار الآخرة لأن تنفقه في طاعة الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا أنت عملت عالي الآخرة وأحسن لناسك كما أحسن الله إليك ولا تطغي تطلب الفسادة في الأرض بالمعاة إن الله لا يحب الضوصدين يعاقبهم قال إنما وفيته على علم عندي في مقابلة علمي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة فأكثر جمعا ولا يسلم ذنوبه المجرمون لعلمه تعالى فخرج على قومه في سينته بأتباعه الكثير كثير ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية قال الذين يردنا حياة الدليا يا ليت لنا همز ما أوتيقارون في الدليا إنه الذي حظ عظيم وقال الذين أوت العلم بما وعد الله ويلكم كلمة سجر سواب الله في الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا من موته قارون ولا يلقاها إلى الصابرون على طاعة وعمل معسيته فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر حرك هارون لأنه حسد موسى فصار يتكبر بكثرة ماله وإذا أمر موسى بأمر صار ينفقد على موسى عند قومه حتى أوجب موسى الزكاة فقال جماعة قومه قال لهم موسى هذا تبعتمه ولانا يسألكم جزء من مالكم إذا تبعتمه سيأخذ مالكم جميعا قالوا له أنت سيدنا والرأي رأيك قال أنا الرأي عندي أن نقذف موسى نرميه بفاهزة تسقط مرتبة عند الناس فصار لا يسمع هذا كلامه فنسترح من أمره قالوا أنت سيدنا وصاحب رأينا وكان هناك باقية حملت من صاحبت فدعاها قارون وقال لها أعطيك ساعة من ذهب وتقولي أن الحمل من موسى وبعد هذا فأتسوجك ويكون لك نصف مالي ولك كذا وكذا وكذا قبلت فقال لموسى بنوا إسرائيل لهم حاجة إليك يجعلنا موعدا فجعل لهم موعدا واجتمعوا فصار موسى يعيظهم على حدته ويذكرهم حتى قال من سنى وهو غير محطن جلدته ومن سنى وهو محطن رجمته قال هتا أنت قال هتا أنا قال إن بني إسرائيل يقولنا كلام ما هو الكلام قومي فوقفت المرأة فقال لها موسى تكلبي قال أنا قارون دفعني ساعة من ذهب وقال أني أقرفك بحملي ولكن أنا معصيتي تكفيني عيبا عند الله تبارك وتعالى لا أقرف بها نبي الله الحمل ليس من موسى كما قال فغضب موسى غضبا أتى خرج شعره خارج لباسه ففقط ساجدا فقال يا ربي تغضب لي تغضب لي فقال الله الأرض مطيعة لك في أمرك فقام موسى وقال يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى شرعون فمن كان مع قارون فليكن مع قارون ومن لم يريد أن يكون مع قارون فليأتره فتفرق الناس جميعا ما بقي مع قارون إلى سخصان فقال يا أرض قضيه فأخذه الأرض حتى غابت كعباه فتضرع إلى الله وتوصل بالقرابة وقال يا موسى اسمح لي فقال يا أرض قضيه فأخذه الأرض إلى ركبته يا أرض قضيه أخذه إلى سنبه يا أرض قضيه أخذه إلى صدره فتراره الأرض هو صاحباه فلا زال يتجلجل في الأرض لا يصل إلى قارس أرضين إلا يوم القيامة يقف ويحاسب ويدخل النار هذا آقبة القارون وما كان له من فئة ينطرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصدع الذين تمنوا مكانوا بلا نسي يقولون ويك أن الله يبسط يوسع ورسط لمن يساو من يباليه ويقدر لو لا ألمان الله علينا لخصف بنا كما خصف بقارون ويك عجب كأنه لا يفرح الكافرون تلك الدار الآخرة الجنة نجعلها لذين لا يريدنا علوان في الأرض ولا سصادا والآقبة للمتقيم يقول عمر الفساد لا نريده أمل علو ففي نفس عمر منه شيء من جاء بالحسنة فله خير منها بسببها ومن جاء بالسيئة فلا يجساء الذين عملوا السيئة إلا ما كما يعملون إن الذي فرض عليك القرآن نسلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر نسل عليه بالجحفة لنردك إلى محارب مكة وكان قد اشتاقها قل ربي ألم من جاء بالهدى ومن وفضل المبين وما كنت ترجع أن يلقى إليك الكتاب والقرآن إلا رحمة من ربك فلا تكن مظهرا للكافرين ولا يسدنك عن آيات لا أبدا إن أنزلا إليك لا ترجع إليه في ذلك ودعو إلى ربك ولا تكن من المسركين ولا تدعو معا لا إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه لو الحكم القباء النافذ في الخلائق وإليه ترجع لو الحكم هذه سريعة وإليه ترجع هذه الحقيقة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر